المخاوف المتعلقة بمتحور أوميكرون تدفع عدة دول أوروبية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكبح موجة جديدة من انتشار الفيروس هذه المخاوف امتدت إلى فرنسا والنمسا وغيرها وصولاً إلى بريطانيا التي سجلت معدلاً غير مسبوق بأوميكرون تجاوز عشرة آلاف إصابة الحكومة البريطانية وأمام هذا الواقع الوبائي شددت القيود الاحترازية وأعادت فرض شرط وضع الكمامات وأمرت بإظهار دليل على التطعيم أو اختبار نتيجته سلبية للكشف عن فيروس كورونا عند دخول النواد الليلية والمناسبات الكبرى تطورات أيضاً دفعت السلطات الفرنسية إلى إلغاء فعاليات الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة كما أكدت وزارة الصحة الفرنسية أنها تعتزم البدء في إعطاء اللقاح للأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً اعتباراً من الأربعاء المقبل كما أعلنت الدينمارك إغلاق المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والمنتزهات والمتاحف فيما فرضت إرلندا حضرة جوال من الساعة الثامنة مساء على المقاهي والحانات وقيدت حضور الفعاليات الداخلية والخارجية في دوره قال رئيس وزراء إرلندا مايكل مارتن إن القيود الجديدة الضرورية لحماية الأرواح وسبل العيش من الفيروس المنتشر وربما تذهب دول أخرى أبعد من ذلك ففي هولندا يجتمع وزراء الحكومة لمناقشة توصية لجنة من الخبراء الذين ادعوا إلى تجديد الإغلاق الجزئي المطبق بالفعل ويحذر العلماء الآن من أن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع اقتضاد المستشفيات بالمصابين بالفيروس